السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبائي متابعين السلاكة. ان شاء الله معنا المعبد ده هو انا وغيره بازن الله النهاردة. ده متوفر موجود ده معبد او يد اه خلاط هندوميكسر بتركب عادي على الخلاط اه العادي او الخلاط الشجرة. يعني الخلاط اللي هو اللاتش. اللي هو بيركب في الحيطة او او خلاط اللي هو الشجرة للزارع زي ما احنا طبعا اشكال كتير. اه ومش غالية. طبعا القديمة ديا اه اتقطمت. في كليبس زي ما احنا شايفين هو او وردة بلاستيك كده بنطلعها. دي اللي بتبع اه في الفتحة بتاعته المصمار. اه طبعا هو موجود منه نوعين اتنين. نوع اه اه ونوع اه رسم فك. يعني النوع مفك او اه بمفتاح الين. اه بالنسبة برضو بنحاول نهوى المصمار ده بس ما نحلوش على الاخر. لو نلاحز هنلاقي الجزء اللي المصمار رابط فيه يبقى عريق شوية مبطت كده في اليد ديا. اه بنعدي بس السنة بسيطة كننا بنربط اه سلك في فيشة كهرباء. ما بنحلش المصمار على الاخر. بنهويل غاية ما تبقى المجرة مفتوحة قصادنا. بحيث ان احنا ما نسقط في الصبع البلاستيك دوان بتاع القلب يركب معها على طول ان شاء الله. اه بالنسبة برضو للسامولة بتاعت الخلاط ده موجودة او الوش الفايبر اللي هو بيركب اللي هو اه بيركب على القلب. ده قطع غارة مطفرة. القلب برضو متوفر. في منه مقاسين كبير وصغير على حسب نوع الخلاط. موجودين برضو. وان شاء الله معانا اه اه الوصل بتاع الخلاط الشجرة بس مش نفس الحوض. حوض تاني موجود برضو معانا. اه ده طبعا مش استعمال خاص استعمال عام. يعني موظفين وكده فبيبقى الاستخدام برضو مش اه زي ما بيكون في البيت الحاجة بيبقى فيها حفظ شوية. دايما بيبقى فيه اه استخدام كتير. اه بالنسبة الوصل الشجرة ناس طبعا كلمتني كتير على اه كافية تغيرها. طبعا الخلاط الشجرة ده في منه نوعين. اه او تلتة نوع. اه بس كل الحديث دلوقتي بينزل الزور بتاع الخلاط ده هو انا اللي بيركب خلاط الشجرة بيبقى بينزل معانا. اه ده اه بيركب على سامولة اللي بينزل بحاله ولوصل بتركب من تحت فبيبقى سهل. زي اللي احنا شايفينه ده هو. في بقى النوع التاني اللي بيركب عليه لالة بتوبى نظام وردة بالجوان بتاعها وجوبى نازل منه اه مصمار وفي نوع بمصمرية. وفعلا ده اللي بيبقى صعب جامد وان شاء الله هعمل لكم حلقة عليه بازن الله. اه بيتوبى فاكتو صعب لان اللي ماسك الوردة اللي هي الصامولة او المصمار اللي بيبقى رابط جنب الوصلتين. فبيبقى المكان زي انا الوصلتين من ناحية والمصمار التالت بتاعهم فبيبقى المكان محكوم شوية معانا. اه الصعب في المشوار ده هو انا في فاكتوهم ان هو المسافة زي ما احنا شايفين دقيقة معانا. طب مضطر نحله بفينز ازاي كده. طبعا الوصلة فيه وصلة دايبة. اه وبتجيب مية انا هنغيرها. بس لو الخلاط تتفتح على الاتجاه التاني هينزم مية معانا. فهو هيشتغل على اتجاه واحد دلوقتي لان ما فيش سخان. فهننقل الوصلة التانية لان الوصلة دي ده بتخالص على ما نجيب وصلتين ان شاء الله. اه احنا هنوفرهم بازن الله يعني اه في نفس الفيديو ان شاء الله برضه هنوضيكو تركيبهم ازاي? والحل بنحاول ان احنا بنمسك الوصلة وبنحلها من تحت. لو جابت معانا خلاص. ما جابتش ومصدية. لو عرصت عليها هتقطن معانا الوصلة وقت التاني. فاحنا بنحل منين دايما في اخر الوصلة عند الشاجرة عند خلاط الشاجرة كده بيبقى فيه آآ قطعة مسمطة كده او زي الصبع كده وفيها صامولة. بنحل احنا من الصامولة دي زي ما انت شفت هو طبعا اضاءة تعبانا شوية ما عليش انا اسف. دي الوصلة التانية اللي انا هنقلها. آآ ما فيش سخار راكب عمتا يعني. وفي ناس ساعات ببقى مش مركبين سخام برضو والجوبة عندهم مسلا خلاط كوبش. فما عمش امكانات ان هو يغير في كده. ممكن ننقل ما يركوب شاديا بتاع السخنة البارد لو السخن مش شغال مش هيزعل. ونبدل التانية مكانها لان الكوبش دي ساعات برضو بتلف عرفاضي او السن بتاعها الداخلي بفوت لان كل السوق اللي موجود دلوقتي ما بيبقىش زي الاصل اللي بيجي في قطعة الخلاط. ده طبعا ما فيش كلام فيه. بس مش في كل الحالات يعني فيه حاجات بتبقى موجودة قويسة جودة حلوة. وفيه حاجات بتبقى اللي ايه? اه الاصل بتاعها مباش اه قطعة غرامة وطفاها. عن درجة الواصلة دي واصلة شجرة. تبقى لها سن زاكر كده بخش جوة الخلاط. غير الواصلة بتاعة السخنة او بتاع القاعدة. تبقى الصمالة بتاعتها نصف بوصة من ناحيتين. اه بالنسبة الواصلة برضو فيما وجملونها دلوقتي التلاتة اربع. اه مصف بوصة على تلاتة اثمانة. دي بتركب معانا في العوامة النوفا. لو انا هركب عوامة الاعدة فرنجة مسلا النوفا. بيوبة السن بتاعها تلاتة اثمانة. لو انا مش عايز اركب البوش بتركب معانا على طول. اه خلط برضو اللي هو المحبس تلاتة في واحد اللي بيركب جانبي في الاعدة برضو. ده اه معظمه بيوبة تلاتة اثمانة. في منه سن اه خارجي وفي منه سن داخلي. السن الداخلي بيركب عليه واصلة زي اللي احنا شفناها دي. والسن اه ده السن بالنسبة للسن الداخلي في المحبس ذات نفسه. انا عارفين المحبس تلاتة في واحد ده بيجي له مخرج واحد من الحيطة. ويوزع معانا على الخزان ويوزع على الشطاف بتاع القعدة والمخرج التالت اللي هو الدخول بتاع المية. عالمية اشتغلت معانا زي ما احنا شايفين هوا. اه مع الخلط اه الحوض ده هوا غير الحوض التاني. اللي انا ركبت فيه اليد بتاعة الخلط. دول الوصلتين آآ موجودين معانا. طبعا دول برضو متوفرين. وفي انواح كتير. على حسب برضو الامكانيات. اه في اه ازباني وفي ايطالي وفي اللي هو السوي وفي سمرت وفي انواح كتير جدا موجودة. آآ بس اعلان طبعا اللي هو آآ الشركات المعتمدة زي السمرت وكده الوصلتها هي غالية شوية بس طبعا وصلتها مضيفة جدا. حتى المحابس الزاوية برضو طاعتها منتازة. بس هي الاسعار عالية شوية مش عارف ليه طبعا يعني ان في محابس او في وصل او حاجات من دي برضو حاجتها جودتها كويسة واحنا هنا في السعر موجودة. طبعا بنحل على الاتجاه الشمال والرباط على الاتجاه اليمين. هنشيل الوصلة الاموجودة دي انا هنربط الاتنين ان شاء الله معنا. نحاول برضو نمسك من الصامورة زي ما انتم شايفين. والليف طبعا البنز ده. ده اسمه بنز. آآ بيقبل آآ طويل زي ما احنا شايفين فبيخش في المكان ازاقنا دهوان وبيحل معنا. مجرد بس ما تهو شوية لو رفنا بيدنا هتحل معنا عطود. سواء في الحلق او في الرباط. في الرباط برضو بنربطها بيدنا الاول وبعد ما بتبتدي تجمت شوية ما ايه ما نضغطش عليها عشان ما تبتنيش. آآ ان نجمد عليها بالبنز كده. ويفضل برضو ان احنا ايه? آآ ممكن لو عايزين نلف آآ حتة التفلون بسيطة برضو لو امكان الظروف يعني آآ مش متوفرة ما كيش مشكلة هي فيها القوتشات بتاعتها ما بتحتاجش حاجة. بس يعني انا بقول حتة التفلون لعله وعسى مسلا الجربط دهوان آآ ان هو يضغط عليه جامد في الرباط في آآ في الكوتشات دي تتقطع لانها ممكن ضعيفة برضو. هي لها مجرات كده عاملة زي الانطرة بتاعت الخلاط. بيبقى عليها آآ بلسنين اتنين بلاستيك جلد كده دول اللي بيمنعه معنا المي. بتخش كابسة برضو. فاحنا نحاول ان احنا آآ ما نقردش عليها جامد برضو. عشان حتى انا نغيرها. اياه مجرد ما تطربط بالايد بس جامد آآ ان شاء الله مش هتجيب مياه. زي ما انتم شايفين المحابس مسافة بعيد خالص يعني حتى في التأسيس برضو. آآ ما بحبش انا المسافة بتاعت آآ المحابس او المخارج بتاعت السخن والبارد تكون بعيدة او كده يعني فرض من ان هو مسلا مش هتجيب بعمود. هيجيب نص روبا. هتقود نص روبا. فطبعا المحابس دي ايبقى في محبس بره او اعتعاكس الروم مش هتجيب. لما احنا الصح ان احنا نعمل عامل حداشر لاتناشر سنتي اقصى حاجة ما بين المحبس ده والمحبس ده. ده بيكون افضل حاجة. حتى في السخان بيشوف برضو ناس بيعملوا مبينة السخن والبارد من عشرين لخمسة وعشرون سنتي وده كتير خالص يا معنى. عشان حتى منظر الوصل اي سخان بيبقى المخارج بتاعاته على عشرة سنتي او حداشر سنتي اقصى حاجة. اه يبقى طلعين الوصلتين من تحت مفتوحين ومن فوق ما المهمين فتجيب باشيك لهم مش كويس. وكده خلصنا ويا رب ما نكون قدمنا لكم حاجة مفيدة. وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناة لو اعجابكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.